إحكاية السندات الدولارية المصرية في الخارج وليمودز خفضتها وإزاي بنك عالمي رد على أكاذبها وإيه أسبابه وتأثير تقريره على ملف الديون الخارجية المصر كل ده هنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل الفترة الأخيرة كتر الكلام عن السندات المصرية بالدولار في الخارج بعد تقفيد وكالة مودز للتصنيف بتاعها وعلشان نفهم الأول يعني إيه السندات فهي عبارة عن أوراق مالية الحكومة بتقترد أو تستلف مقابلها أموال بالدولار من الأسواق الدولية وبتكون مستحقة السادات بعد مدة زمانية معينة ونسبة الفائدة بتحددها الجهة المصدرة للسندات يعني ببساطة كده هي نوع من أنواع القروض بتلجأ لها الدول لتنويع مصادر التمويل وتمويل إحتياجات الخزانة العامة وفي الأيام الأخيرة خفضت مودز توقعاتها الاتمانية لمصر إلى سلبية من مستقرة وعلشان نبقى عارفين مودز لها تاريخ سيء مع مصر وتعودت تكتب تقاريرها السلبية عن مصر والأسباب شرحناها كتير قبل كده مرهاش حلقة بالاقتصاد لكنها مرتبطة بأجندات تانية بعيدة عن الاقتصاد وده غير أن مصدقية الوكالة الدولية للتصنيف اتضربت بعد تراجعها في تصنيف فرنسا بعد تعرضها للتهديد كونها بتغير تقاريرها حسب المصلحة وبايت أدى الضغط على الدول ولها سوابق كتير مع دول ضرت سمعتها ومصدقيتها بسبب التقارير المسيسة وفي دول رفعت عليها قضايا دولية وكذبتها بسبب الضرر اللي حصل عليها نتيجة التقارير الموجهة وبالرغم من أن مصر عمرها ما تخلفت عن سداد ديونها واقتصادها رغم الأزمات لسه قوي ومتنوع لكن موديز طلعت تقارير عكس كده وقالت أن مصر مش هتقدر تسدد ديونها وده أدى لوجود حالة من الأحباط بخصوص سندات مصر المصدرة بالدولار لكن بنك عالمي وهو جولد مانسكس طلع من ساعات ورد على موديز وقال أن تقررها عن تخلف مصر عن سداد ديونها مبالغ فيه وإن مصر أدر على سداد ديونها ومش هتتخلف وزي ما احنا عارفين جولد مانسكس ده مؤسسة مصرفية وبحثية عالمية ومش بيقول أي كلام وبالعكس ده طالب أو حث المستثمرين على الاستثمار في السندات المصرية لأنها مربحة رئيس قسم النقد الأجنب العالمي وأسعار الفائدة وأبحاث استراتيجية الأسواق الناشئة في جولد مانسكس طلع بنفسه ودفع عن السندات المصرية وقال أن ما فيش أي مؤشرات على تعثر مصر عن سداد ديونها وقال كمان أن مع توقعات خفض بنك الاحتياط الفدرالي إلى أسعار الفائدة في المرات القادمة من العام الحالي أوضاع الاقتصاد الكل العالمي هتكون مناسبة للدول ذات التصنيف المنخفض واللي تم استبعادها إلى حد كبير من الوصول إلى أسواق ديون الدولية في وقت سابق وأن الوضع الإيجابي بدأ في الظهور لدى بعض الاقتصادات الواعدة وأظهرت السندات بالعمل الصعبة زخماً إيجابياً جيداً للغاية وبينها مصر ومن المحتمل يكون فيه اتجاه صعودي لدافئة سندات الدول التي تواجه صعوبات مالية ومنها مصر وفي نفس الوقت قالت كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في مؤسسة بكتت إن حامل السندات يقدروا يحققوا عوائد عالية في خانة الأحاد عند التعرض للأسواق النامية زي مصر واللي بتتمتع بدعم متعدد الأطراف وده بيورينا أدئي التقارير الموجهة ممكن تأثر على الاقتصاد المصري وحجم التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية بسبب مواقف سياسية منهاش علاقة زي ما قلنا بالاقتصاد تحيات لحضراتكم وإلى اللقاء بانكير نض البنوك